اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وذلك بحضور رؤساء منظمات المجتمع المدني من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تنول استراد نشاط التحالف الوطني منذ انطلاقه فقط مطلع العام الحالي والذي يتكون من 24 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وقد تم في هذا الإطار استعراض جهود التحالف الوطني في المجال الخيري والتنموي على مستوى الجمهورية في إطار منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي للدولة لخدمة الفئات المستهدفة وذلك بالتنصيق والتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وقد آرب السيد الرئيس عن التقدير للنشاط الاجتماعي الخاص بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الذي يضم أبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة في مساعدة محدود الدخل على امتداد الجمهورية ويعد ركنا هما في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية خاصة في ظل ظروف الاقتصادية العالمية الحالية والتي أثرت على العديد من القطاعات خاصة الغذاء بما يدعم الجهود التنموية المتواصلة للدولة والتي كان آخرها حزمة الدعم الاجتماعي التي وجه بها السيد الرئيس مؤخرا وقد وجه السيد الرئيس بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف بمقدار مليار جنيه إضافية لدعم ومساندة نشاطه المجتمعي تزمنا مع كون العام الحالي 2022 عاما خاصا بالمجتمع المدني وسعيا لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة وقد وجه السيد الرئيس أيضا بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف الوطني ليتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلي وليكون جزءا أساسيا من جهود التحالف وذلك بهدف توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للمواطنين في نطاق نشاط عمل المؤسسات الخيرية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والفريق كامل الوزير وزير النقل الاجتماع تناول استعراض مستجدات مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية والمقف التنفيذي لمراحلها الإنشائية وقد عرض الفريق كامل الوزير في هذا الإطار جهود تطوير والتحديث المتواصل في منظومة النقل العام بكافة عناصرها على امتداد الجمهورية وذلك على المستوى التنفيذي والإنشائي وكذلك المراحل المستقبلية لمختلف المشروعات فضلا عن توفير الموارد التمويلية كما استعرض السيد وزير النقل أبرز مشروعات قطع النقل في مدينة شرم الشيخ خاصة تطوير ميناء شرم الشيخ البحري لدعم إمكانات المدينة السياحية فضلا عن التطوير الجاري بمطار شرم الشيخ من مرافق رئيسية وممرات الطائرات وذلك في إطار تطوير الشامل للمدينة استعدادا لصدافة القمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل حيث وجه السيد الرئيس بسرعة إنهاء كافة أعمال التطوير لمرافق المدينة تجهيزا لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في القمة العالمية كما وجه السيد الرئيس بزيادة اعتماد مشروعات وزارة النقل على المكونات المصنعة محليا والمطابقة للمواصفات العالمية وذلك بالاشتراك والتعاون مع القطاع الخاص أخذا في الاعتبار ما تمثله منظومة النقل من مكون جوهري للنهض بالبنية الأساسية للدولة كما تم أيضا استعراض خطط وزارة النقل لتحقيق الاستفادة المسلى من قطع الأراضي غير المستغلة التابعة للوزارة خاصة في منطقة شرق القاهرة وذلك بتحويلها إلى أنشطة خدمية وتنموية وتجارية إلى جانب إقامة مبان خاصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية اشتركوا في القناة